بسم الله الرحيم والصلاة والسلامة 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 والعالمين كيف تبعث يوم القيامة منافقا طعيف الإيمان وربما يفسد عمله كله أو تنزع البركة منه وتكون على خطر عظيم جدا جدا من القيامة نسمع مع بعض الحديث دي والناس اللي اللي بتتكاسل عن صلاة الفجر في المسجد وصلاة الجماعة تتقل الله والتوب قبل فهوات الأوان وإلا تتعرض نفسك لسقط الله سبحانه وتعالى والخسارات الفادحة يوم القيامة وربما يفسد العمل كله اللي بيسمع أن هذا وبيسوم يروحش إلى المسجد فأي صلاة من صلوات ولو صلاة واحدة خصوصا صلاة الفجر منافق وشكاله وبس ربما يفسد العمل كله وتقع في جهنم والعوذ بالله أو تكون على خطر عظيمة من القيامة وحاول لحاولكم الأدلة القاطعة على ذلك عشان كل واحد يتقل الله والحاول نفسه قبل فهوات الأوان الرصاصة أقول في الحديث والحديث في صحيح البخاري أدخل الصلاة على منافقين الأشاء والفجر ولو يعلمون ما فيهما لآتوهما ولو حبوا يعني أسقل الصلاة يعني الصلاة قيلة مش قادي روح الجامعة ولو لا يعرف الصلاة العظيمة اللي فيهم لحب على دير رجلي قد تروح الجامعة ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم سخلف رجلا ليوصلي بالناس ثم آمر بحطب فيحطب ثم أنطلق ومع رجالهم معهم حزب من النار فوخالفوا إلى أقوام اللي يشهدون الصلاة فوحرق عليهم بيوتهم يبقى إذن اللي بحس له تقيل مش قادي روح صلاة الفجر في الجامعة منافق بنص حديثي الرسول صلى الله عليه وسلم ولو يعرف الصواب العظيمة لفي صلاة الفجر لكان حب على جديد الرسول صلى الله عليه وسلم يقصد بقي حبوا يعني لو قادر لو هو مريض مش قادر يمشي يحبي يحبي كالطفل الرضيع لات موصل الجامعة دي الحاجة ولو يعلمون ولقد هممتوا أن أمر الصلاة فتقام ثم أمر بحط ثم أستخلف واحد يصالي بالناس وبعدين رسول صلى الله عليه وسلم يسير الصلاة الجماعة ويقوم معهم رجالة معهم نار ويزبوا إلى أقوام ليضبطهم متلبسين عشان أش ظلمهم فأحرق عليهم بيوتهم طب إيه لمنع رسول صلى الله عليه وسلم لولا ما في البيوت من النساء والزراري لخالفتوا لأقوام فحرقتوا عليهم بيوتهم يعني لولا النساء والأطفال لذي لا سلهم ذنب لذهبتوا إلى أولا الناس فحرقتوا عليهم بيوتهم طب إيه لما لما رسول صلى الله عليه وسلم يحرق بيتك يبقى العمل هينفعوا ليهما رسول صلى الله عليه وسلم في الحديث إيه رسول صلى الله عليه وسلم في الحديث أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة في إذا صلحت صلحة العمل كله وإذا فسدت فسد العمل كله طب ليه عليك لما تقبل ربنا سلوات غير مقبولة زي ما حنبين دلوقتي وتقبل ربنا وانت منافق هينفع العمل الدليل الثاني من سمع عن نداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر من سمع عن نداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر طب ليه رسول صلى الله عليه اللي بيروحش منافق لأن أنت لو حد قالك حديك مئة ألف ولا مئتين ألف في وقت صلاة الفجر فعمل هتعمله لي لمدة عشر دقائق أوروبا ساعة لأنها مدة صلاة الفجر هديك تجري مش هتنام طول الليل معين السواب المستنيك في صلاة الفجر في المسجد أعظم كتير جدا 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 لأن صلاة الفجر في الجامع بحجها تامة إلى بيت الله الحرام وأنها رسول صلى الله عليه من توضع في أحسن وضوء ثم أخرج من بات لا يخرجوا إلا الصلاة كان له كأجر الحاج المحرم وبقيام ليلة كاملة أشكرا سيدنا عمرو خطاب قال لأنه صلي الصبح في جماعة أحب ولاية من أن أقيم ليلة كاملة طبعا ده في الجنة سعوب في الجنة أفضل مليار مرة من المئة ألف جنين اللي كان حدي لك الرجل يبا أنت بتفضل الدنيا على الأخرة لو كان الرجل حديك الفلوس ده أنت بص تحت رجلك فالنداء بين دي لكنت ومتروحش وحاس أنك تقيل إلا أنت منافق لأنك بتفضل الدنيا على الأخرة بتفضل حطام الدنيا على نداء رب العالمي سبحانه وتعالى والأزان ده بيؤدل لمين مش لك عشان تروح الدليل الثالث من سمع النداء فلم يلبه لم تقبل منه الصلاة التي صلىها قال وصلى الله إلا من سمع النداء فلم يلبه بتغير عثر لم تقبل منه الصلاة التي صلىها قال وصلى الله من عذر قال خوف أو مرض خوف شديد أو مرض يعني ليس أي خوف ليس أي مرض وحش كاسر كلب عقور قطع طريق مرض عضال يمنعك من النزول وكانت شيئا العذار دي يمكن تشتبن على الصحابة لأنه كانوا يخافهم رب العالمي كان يقتب الرجل منه يحملوا بأن رجلين يتهدى تخطوا رجله في الأرض حتى يقام في الصف يحمل حملة أنه مشلول تخط رجله في الأرض ويشلوه شيء الدليل الرابع الدليل قوي جدا لو أي إنسان عنده دم ويسمع الدليل ده لازم يستحمل نفسه ولو ظل ما يستعليش فجر بعد ما يسمع الدليل ده ناسف أنسان عنده دم ويستحق ما يناله من وصفه بالنفاق ومن الخسران المبين يوم القيامة وبطلان الأعمال شو شو سيدنا عبد الله بن أم مكتوم رجل الأعمى قراص والحديث في الصحيح مسلم قال يا سوء الله أنا ضرير شاسع الدار عمي بصري ومعي غلام لا يلائمني أو تجلي لخصة الدفن أصلي في بيتي قال له أتسمع الداء قال نعم قال لا أجد لك رخصة ملكش رخصة وفي نهاية الأخرى أتسمع الداء قال نعم قال في لبيني داء قال له بيته خليب لكم ما أقول له أنا ضرير شاسع الدار شاسع يعني بيتي بعيد جدا بيته كان على مقعد خمسة كيلو معزاكرا الصحيح قال له لا ملكش رخصة يعني ما ينفعش يبقى حالك أنت هل ساكن جنب الجامع على بعض تعرفيني طرق المدينة كتعملة من ألف ربمائس سنة هعرفين لما واحد أعمى يمشي ألف يمشي خمسة كيلو كان بيته على بعض خمسة كيلومترات واحد أعمى يمشي خمسة كيلو في أرض بعرة تعرفين أرض المدينة من ألف ربمائس سنة كتعملة إزاي في البرد القارس وفي الشتاء وفي الطين وينزل هو أعمى عشان يوصل وانت مش عايز تروح وبعدين مستمع وانت تنتظر الرب الله بارك في عاملك ومالي أما الراحة سنة يقول صالحات صالحة على عمله كل وإذا فسدت في صلاحة طيب لا تتأمر برد صلاحات رب الصلاة غير مقبولة بمئات أو ألاف الصلاة غير مقبولة هنقولون لسه بدوقتي ما نسمع يعني ده فلم يلبه من غير عصر لم تقبل من الصلاة عشان كلا دماذب ابن القيم وابن تيمين ابن القيم وابن تيمينة والإمام داود الظاهري والأوزاعي واحد الأقوال لإمام أحمد قالوا اللي يسمع عن ده مايروحش ومعندوش عصر صلاته بطلة ولازم يعيد الصلاة تاني صلاته بطلة كان هو صلاش خالص ولازم يعيد الصلاة تاني يبقى أنت حتقابره صلحات على صلحات غير مقبولة وصلحات باطلة قد ايهم القيامة هتمش ازاي وهتأمر بنا ازاي دليل بعد كده من سمع عن ده لصلاة العشاء فلم يلبه من غير العذر لم تقبل منه الصلاة والصلاة صحاهم الامان من البان دليل بعد كده حديث خطير عن سيدنا عبدالله بن مسعود حديث طويل فليس حوله لك لك حوله لك حتة الأخيرة كنا نعد المتخلفة عن صلاتين من صلات الجماعة منافقا بين النفاق سيدنا عبدالله بن مسعود يقول كده كنا نعد المتخلفة عن صلاتين من صلات الجماعة منافقا بين النفاق وكان الواحد مننا إذا التخلف عن صلاتين من صلات الجماعة أسأنا به الظن كانوا يقوموا على المنافق ويضعوا في لسة المنافقين ولو مات ما يستطيعوا عليه كنا نعد المتخلفة عن صلاتين من صلات الجماعة منافقا بين النفاق هل ينفع يوم الياما؟ هذا ماذا بعد كده أو المصيبة التي تصاب بها في الحديث بشر المشائين في الظلم بالنور التام يوم القيامة في رؤية أخرى بالنور العظيم يوم القيامة النور العظيم هذا اللي انت ستمشي بقي على الصراط في نسح تقطع نور كما بين صنعاء وحضر موت في نسح يبقى النور ضعيف يمشي على الصراط يترنح الصراط يضرب على متن جهنم ودق من الشعره وأحده من السيف ستمشي عليه وانت حافي وعاري حافي القدمين وعاري ستمشي عليه كيف؟ فيه ناس هتعدي على الصراط كالبرقة أو كلمح البصر فهناس هتمشي يتترنح على الصراط يمشي خطوة ويقع خطوة وفيه حوالين الصراط كالكالاليب فضيعة تخمش الناس وتلسعهم وراسل الله عليه وسلم يقول للناس على الصراط على ثلاثة أصناف ناجن مرسل أو مارنمخدوش أو هاون في ناري جهنم ناجن مرسل سيعادي بسرعة البرقة أو كلمح البصر فبش هتطوله الكلاليل الدي بش عدة هتطوله أو مر يمشي واحدة واحدة يخمش ويلسع في الوجه وفي الكتفين ويتحرق وإما أنه يوصل إما ما يوصلش أو هاون في نال جهنم لما تضيعت منك النور العظيم الذي ستمر بك البركة وقلم حباصة هنا صراط الفكرة الصراط أصعب موقف يام القيامة محنة جديدة جدا 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 لراجل الناس والسلام والأنبياء كلهم ينسون نفسهم من شدة هذه المحنة جواز المرور على الصراط صراط الفكرة لأنها تضيك النور العظيم لأن هناك حوالي الصراط كالليب يتطير منها شررهم كالقصر كأنه جمالات من صفر كما قال في صورة المرسلات كالليب الفضيعة والفجرات تضرب الناس والطيارهم من فوق الصراط هتعدي على الصراط كيف؟ وانت كل يوم تدعى صراط الفكرة في الجامعة وضيعت منك النور العظيم اللي خليك تمر كالبركة وكالمح البصر حتى ما ماشي على الخط أدق من الشعر أو أحد من السيف وتحتمل الجهنم جهنم مظلمة صودة شديدة الظلمة لا تعتمش عليها كيف؟ تخيل الموقف هذا؟ تخيل أن الكتاب الرب رب الله سبحانه وتعالى منافق؟ تخيل أن الكتاب الرب رب الله سبحانه وتعالى بصورات كثيرة جداً ليس مقبولة؟ كيف رب الله سبحانه وتعالى؟ نتقل الله سبحانه وتعالى سأكتب لكم هذه الأدلة تحت الفيديو يتقل الله سبحانه وتعالى قبل فهوات الأوان وقبل ما تضايع منك البركة في العمل وتقبل رب الله سبحانه وتعالى منافق وتمشي على السرط وانت على خطر عظيم وتقع من السرط تترنح وتخمش وتلسع وإذا وصلت للجنة ستوصل إلى أقل درجات الجنة وهتبقى فيه خطر عظيم جداً فأنا أكتب لكم الأدلة تحت الفيديو نشاهدها ونشره ونعلم علماً فالله أجرم عنه بيوم القيامة إذا انكزتك مجرد شيء اشتركوا في القناة استغفر الله لكم